ثلاثة أشخاص من طاقم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بجروح كما تعرض ثلاثة مسافرين آخرين لنفس المصير خلال رحلة آش عشر ثلاثة عشر من مطار شاردوغول بباريس إلى مطار هواري بومدين يوم الأربعاء الماضي حسب ما وردته مصادر مؤكدة أفجأ قائد الطائرة السيد يحي وهو يقترب بسرعة من صحب راعدة أفقدته السيطرة على الطائرة حيث طلب من برج المراقبة تغيير المصار ولم يستطع تغييره إلا متأخرا مما تسبب في حالة جحيم عاشها المسافرون وعددهم مئتين وأربعين مسافرا بعدما ارتطم رأسه بصقف الطائرة وتهوت أقنعة الهواء على كل المسافرين ولما تفتح الخطوط الجوية الجزائرية أي تحقيق في القضية رغم أن هذه الحادثة تسببت في حالة ذعر شديدة وانزعاج كبير للركاب